الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام ورسول الله العمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد طيب توقفنا عند وصول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحيمه الله تعالى وذكرنا الأصل الأول الذي هو بيان التوحيد والأصل الثاني بيان الشرك وتوضيحه وتحذير الناس منه والأصل الرابع تكفير من تبين له التوحيد ثم بعد ذلك عاداه ونفر الناس عنه بعدما تقوم عليه الحجة الرسالية وأخيرا قتال الكفار والمرتدين وذكرنا تنبيها مهما هو أن القتال من الأحكام السلطانية التي لا يقوم بها إلا ذو السلطان أو من ينوب عنهم ولكن ليس لأفراد الأمة ولا لأحد الناس أن يقوموا بإعلان الجهاد كما بعملوا الليلة أفراخ الإخوان المسلمين والأفكار المنحرفة ودعاة الفتنة يصنع عليهم زعماء ويبايعون يقول لك بايعنا الخليفة بتاعنا بتاع المسلمين وأمير المؤمنين يبايعوهم بعد ذلك يقوموا بخلايا تفجير وقتل وإرهاب وغير من الأمور المحرمة شرعا التي لا تجوز لأفراد ولا لأحد الناس ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بريئة من كل هذه الأشياء يا دعوة بريئة منها دعوة سلفية تقوم على الكتاب والسنة وتقوم على ما كان عليه سلف الأمة الصالح لكن هي بريئة من كل هذه الفتن إنما الفتن وليدة كتب سيد قطب كما اعترف بذلك القرضاوي في كتابه اسم أولويات الحركة الإسلامية الصفحة 112 تقريبا أو 111 112 تقريبا يقول إن التكفير في العصر الحديث ظهر مع كتب سيد قطب ككتاب العدالة الاتماعية وكتاب في ظلال القرآن وكتاب التصوير الفني وكتاب معالم في الطريق وده من أخطر الكتب لأنه من آخر ما كتب سيد قطب كتاب معالم في الطريق وكتاب العدالة الاتماعية فيه تكفير واضح لجميع المسلمين كما في الظلال طيب أيضا هنا ناقل مهم جدا يعضد مسألة مسألة التكفير إن الإمام محمد عبد الوهاب منهج لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة تستوفى الشروط وتنتفي الموانع يقول ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة لاحظ هذا نص كلام الإمام محمد عبد الوهاب شان الليلة من التكفيرين ومن غيرهم ممن أخذ كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب أساء فهمها كلمة من ضمن كتاب كشف الشبهات أساء فهم هذه الكلمة وقولوا الشيخ ما لم يقل ويجي يقول لك محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل وحدين يقول لك الإمام محمد عبد الوهاب يكفر بالموالاة كويس ويعتبر إنه كل من وال الكفار فهو كافر أخذوا كلمات للإمام رحمه الله تعالى لا تدل على المفهوم ده ما بتدل عليه لكن أساء فهمها وحرفوها وهنا ده كلام واضح جدا قال وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه به ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه فله حينئذ حكمه في قتاله لأنهم في ناس قاتلهم لأنهم وقفوا في صف الكفار وأعانوهم وناصروهم ودافعوا عنهم لكذا يقاتلوا مع بعض عموما المقام يستدعي ذكر دليل على المسألة دي لأن مسألة العذر بالجهل يخوانا مسألة ثابتة بالأدلة وكثير من الناس يناقض في هذه المسألة ويحتج بأشياء ويحاول يرد الأدلة الواضحة الصريحة طيب أنا ذكرت هنا مثال واحد لأنه المقام ما مقام بصي له من كلام الشيخ الإسلامي من تيمية رحمه الله تعالى من الفتاوى المجلد الحداشر صفحة أربعمية تسعة وتسعين لحد أربعمية أو أربعمية أه لا أربعمية قبل تسعة وتسعين لحد أربعمية وحداشر من أربعمية وتسعة لحد أربعمية وحداشر طيب ذكر قال وفي طريق آخر أن رجلا حضرته حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله أنا إذا أنا ميت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وصلت إلى عظمي فامتحشت امتحشت يعني تفحمت بقى تفحم قال فخدوها فاطحنوها ثم انظروا يوما فذروني في اليم يعني يسحنوا كده دقاق بعد ما يحرقوا يتفوا كده ويجعلوا في الهوى قال فذروني في اليم في البحر قال فجمعه الله بعد ما حصل الليودة كله ربنا جمعه أها قال له لماذا فعلت ذلك قال من خشيتك سبحان الله لاحظ السيدة كله عمل خوفا من الله سبحانه وتعالى يعني مع ظنه أن الله لا يقدر على جمعه والظن دا ظن كفري صحيح هذا قول المشركين زعم الذين كفروا ألا يبعثوا ها قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم فظن كذا دا الحديث الحديث في صحيح البقاري قال شيخ الإسلام بن تيمية فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرغ هذا التفرغ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرغت كفر إنكار قدرة الله كفر وإنكار معاد الأبدان شنو كفر برضو طيب هذان أمران كفريان اثنين لاحظ ابن تيم يقول لكنه كان مع إيمانه بالله بأمره كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك لاحظ ظل ماله كان جاهلا قال جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا ما معناه إنه ظنه دا صحيح لا ضال ومخطئ في هذا الظن قال فغفر الله له ذلك إلى أن قال فغاية ما في هذا يعني في قصة الرجل ده أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات لاحظ الأمر دا بيتعلق بالصفات يعني بالتوحيد صح شكتها ستفي ناس يقول لك ما في عذر بالجهل في التوحيد دا كذب لأنه دا في التوحيد هذا في الصفات توحيد لا اسمعه الصفات ابن تيمي يقول لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات وبتفصيل أنه القادر وكثير انتبه للنقطة دي دا الشاهد من الكلام قال وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا إذا الشاهد إنسان جاهل بأمر في التوحيد في الأسماء والصفات لكن ما كافر ليه لأنه كان جاهلا ثم ذكر بعد ذاك لو رجعت للدورة السنية تلقى مواضع كثيرة جدا بين فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما نقل عنه دعاة وعلماء الدعوة النجدية نقل عنه في مواطن كثيرة يبين إن الجاهل يعذر يعذر بجهله والإنسان لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة كويس وممكن تراجع كتاب أنا ذكرت لكم في النهاية في المراجع بتاعة الورقة اسم دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كاتب الشيخ ربيعي وهو مناقشة لحسن المالكي رجل مفتري وكذاب وهو سيء القول في الصحابة يطعن في الصحابة ويتكلم فيهم كلاما فيهم كلاما سيئا معده جاء وطعن في أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الأمة فطعن في الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب وألصق فيه تهمة التكفير وذي أخواننا من التهم التي تحتاج إلى مزيد مناقشة ففي كتب تاني وفي بحث إن شاء الله نعمل في الموضوع ده نناقش بالتفصيل الأقوال اللي استندوا على شنو ونبين إنه ما فيها تكفير لعموم الأمة حتى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال إنما نكفر من عرف دين الإسلام ثم بعد ما عرفه نفر عنه وسبه شفت الكلام ده كيف قال والحمد لله أن أكثر الأمة ليس كهذا مجزة كلام سيد قطب سيد قطب يقول لقد ارتدت البشرية ونكست على لا إله إلا الله وإن كان البعض منها يردد على المنابر لا إله إلا الله قال فهم مرتدون كل البشرية ارتدت في ظلال القرآن في أول تفسير سورة الحجر ارتدت البشرية آخر صفحة من كتابه معالم في الطريق قال لا وجود للإسلام ما فيه كفر سبحان الله الليلة الناس كلها تتهم في الإمام محمد عبدالوهاب وغيرهم من أهل البدع اتهموا في محمد عبدالوهاب ويلصقوا فيه تهمة إنه التكفير خرج من شنو من دعوة الإمام محمد عبدالوهاب مع إنه كتب سيد قطب صريحة في التكفير صريحة لكن زول يقدر يتكلم فيه ماف يخافوا ولا شنو الحاصل ما تعرف ما يتكلموا فيه ومع هذا اتهموا الإمام محمد عبدالوهاب وشوف هنا يشترط إقامة الحجة ومش إقامة الحجة يشترط فهم الحجة إنه تتبيان له لأنه ممكن في ناس الآن الواحد تتكلم معاه وتبلغوا الغرآن لكن ما يفهم وطبعا في ناس غريبين جدا الواحد منهم يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال لأنذركم به ومن بلغ أنا أبلغك القرآن وزمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الناس القرآن ويبلغهم كلامه اللي هو الحاديث إذا بلغ زول وصلوا يعني القرآن وصلته لحاديث وما أسلم بعد هذا يكافر وقيمت عليه الحجة يا أخوان في مسألة لا بد زول ينتبه لها أن الناس في العهد الأول كانوا على اللسان العربي الفصيح لسان عربي فصيح الواحد منهم إذا وصل إليه القرآن فهم المعاني يعني الليلة العربي الأول الفصيح لمن تجي تقرأ عليه قول الله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إلى آخر الآيات أو تقرأ عليه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أو تقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يفهمه العربي الفصيح يفهمه فلا تجعلوا لله أندادا لكن عليك الله أسألك بالله أسر الله لا أمشي لكثير من الناس نذر هنا كثير من الناس وأغلب الناس غير متعلمين أغلب الناس في بلدنا دي غير متعلمين العلم المطور الآن دا يعني البالغ فيه بيكون قال الله حد يصر رابعة قال بيقول لك امتحنت الشهادة زمان عندنا زورة القاردة اللي امتحنت الشهادة بس الشهادة بتاعتنا دي كويس أمشي عليك الله سالة واحدة مرة كبيرة أمر ستين سبعين سنة قول لها حجة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون معنى شنو في الغالب ما بتفهمها أندادا شنوه والذي تقول لك شنوه ما بتفهمها إذن يا أخواننا قضية إنه الليلة الناس الدائرين ننا أه ودل تكفيرين وإن كان بيلبسوا لباس السنة دل تكفيرين اللي بيقول لك زولة لداتوا المصحف ده وهذا قرى المصحف أه بعد ده وقع في الشرك ده كافر طوالي ما في غامة حجة ما في استفاة شروط ما في موانع ده كافر طوالي ما رق من الملة لا ما في كل شيء قد يخفى على الإنسان شيء أو أشياء تخفى عليه حتى ابن تيمية بعد المثال ده في الفتاوى بعده طوالي ذكر مثال للسيدة عائشة رضي الله عنها وهذه في بيت النبوة فات عليها أمر من الأمور قالت أو كل ما نخفيه يعلمه الله دي في بيت النبوة شكدة في ناس بيظنوا إنه التكفير فقط أول عذر فقط خاص بالناس اللي نشأوا في بيئة بعيدة بعيدة جدا في الناس في الجبال وفي الغابات وين وقل لك بس ده خاص بالعذر بالجهل الزهل في المدينة ما يعذر لا في المدينة أو في غيره قد يقع الإنسان في خطأ أو قد يقع في شيء يجهل ويفود عليه عموما المسألة إحنا ما في ما في صدد الاستطراض فيها الكثير لكن يتبين لنا إن دعوتنا قائمة على أن من وقع في الكفر وهو جاهل فإنه يعذر طيب بعد ذاك نجي لآخر محور عندنا ثمرات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وآثارها أو آثارها الطيبة أولا قيام دولة إسلامية عظيمة تدافع عن الإسلام وتتبنى المنهج السلفي وتقوم على نشره وتعزيزه والانتصار له ثانيا تصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من الشركيات والبدع والخرافات وإرجائها إلى منبئها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج البلاد يعني بلاد الجزيرة العربية حتى انتفع بها من هدفوا الحق في مختلف بلدان العالم الإسلامي في الشام ومصر والمغرب العرب وافريقيا والسودان واليمن والعراق والهند وباكستان واندونوسيا وغيرها تكلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى رابعا وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى فانتشر التعليم في المساجد وفي مختلف مناطق البلاد طيب يا أخواننا لحظوا من الأشياء الثمارة العجيبة اللي نحنا أنا ما قريت الموضع بتاعه داخل الورقة اللي هي من جهود الإمام محمد عبد الوهاب إنه حارب التقليد والتحذب لمذهب معين من المذاهب لأنه الناس من المناسبة صارت بيناتهم فتن بسبب المذاهب دي فتن عظيمة جدا وإن كان نحنا عندنا التمذهب هنا ويقول لك المذهب المالكي بس وما دارين غيره وكذا لكن ما بالصورة الشديدة الجمعة الفاتد بتعتمز دي صلينا في منطقة والمنطقة دي طبعا هنا صوفية وفي صراع شديد صراع شديد جدا بين إخواننا السلفيين والصوفية هناك الحصل جاموا ديلك أفتلهم فتاوة جابوا من المذهب المالكي من شواذ المسائل وكذا أفتوا فتاوة قول لهم شوفوا نحنا هنا مالكية عندنا يدتوا بيسووا كده وده باطل بالتالي جايب لكم إمام من برة والإمام ده جاي مسافر وقال لهم أول حاجة صلاة الإمام ده باطلة يدتوا صلاة كلها باطلة يا ناس وقالوا لهم ده شد الرحال وشد الرحال ما يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة حتى واحد أنا جاني بعد الخطبة انتهت الخطبة وقعدت طوال جاب يسال فين قال له يا أخي ما يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة خويس وطبعا هنا لو فتشنا تحت تحت ولو سألته هون ده يشد الرحال للقباب يمشي مرقوا ليش كانيبة ويمرقوا طينة وضطرها في وين ويمشي وقل يشد الرحال للقباب لكن لما جات فينا نحن قال شد الرحال ما يجوز إلى المساجد الثلاثة كنت لأغل حاجة ده ما مفهومه يا أخي ما أتفهم غلط شد الرحال للمسجد المبجوز ليه مسجد يعني أنا أكون ماشي مش ماشي أصلي جمعة ماشي إلى علم ماشي إلى دعوة ماشي أعلم أو أتعلم لا ده ما شد الرحال المقصود شد الرحال للمسجد ذاته أنا أكون ماشي ليه مسجد لأنه ده فيه اعتقاد بركة واعتقاد فضل في الأجر فهمتوا اعتقاد فضل في الأجر معين شكده ما يجوز شد الرحال من هنا أقول ماشي مسجد في المعيل ولا ماشي مسجد في سنار ولا في ضنقلة لأنه ده مصحوب باشنو باعتقاد إنه المسجد ده ده فيه فضل زايد صح؟ فيه فضله فيه بركة زايدة كويس؟ وده ما يجوز إلا في المساجد الثلاثة فقط مسجد الأقصى صلافيه بخمسمية صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلافيه بألف صلاة المسجد الحرم المكي صلافيه بمية ألف صلاة ده فضل زايد تمام؟ إلا في المساجد الثلاثة شكده ما بجوز شد الرحال مش أنا مشismus صلي ولا مش يتعلم لا ما يجوز شد الرحال لمسجد للمسجد ذاته إلا للمساجد الثلاثة فهو ما بعمل حديث ذاته ما يجوز شد الرحال كيف يعني والعلمة دي لقل لك رحلته إلى طلب العلم رحل مشى هناك ورحل مشى وين ورحل مشى وده يمشي يعلم وده يمشي يتعلم يعني ده حيكون له يبقى حرام ولا لشنه فعموما من الأشياء اللي حارب الإيمان محمد عبدالوهاب حارب التقليد إلى المذاهب لحد أنت عارف ما صار في وقت من الأوكات من سوء التقليد في المذاهب إنه الحرم كان فيه أربع أئمة يطلع إمام الشافعية يصلي ينزل يطلع إمام الحنفية يصلي ينزل المالكية الحنابلة ذكروا الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة ده شر التمذكب والتعصب للمذاهب وحاربوا حتى الأئمة الأربعة هم زاتهم لكن طبعا دي المنعدة انفغيهم يقول لك يا أخي تو مدام الأربعة ملتزمت بمذهب واحد معنايته خامسية ويجبت لنا مذهب خامس هم ما أربعة عشان تقولي خامس هل مذاهب من ألقى لك أربعة الأربعة هذه المشهورة فقط لكن هي ما أربعة الإمام الطبري عنده مذهب مذهب الطبري مذهب متكامل برعوه مذهب الثوري سفيان الثوري أقصد سفيان بن عيينة مذاهب كثيرة جدا للفقهاء وللأئمة مذهب الظاهري لابن حزم الأندلسي مذاهب كثيرة ولا تحصى ولا تعد كثيرة جدا كل إمام لكن اشتهر هؤلاء الأربعة لما جعل الله تبارك وتعالى لهم من القبول ولما وجد من تلاميذهم من ينشر دعوتهم كذا المذاهب كانت أربعة المهم أيضا من ثمار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب خامسا نشاط حركة التأليف والنشر فقد قام علماء هذه الدعوة للأمة الإسلامية أو قدم رصيدا من الكتب النافعة في الأصول والفروع ومن ذلك مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجموعة فتاة والرسائل لعلماء الدعوة كتب ألفها إمة الدعوة نشر كتب السلف وتوزيع على المسلمين في موسم الحج وفي غيره ونشر كل مفيد من المؤلفات العصرية أضفت إلى كلام الفوزان حفظه الله تعالى نقاط قصيرة ثلاثة نقاط فقط الأولى تحقيق الأمن الذي وعد الله أهل التوحيد هذه من ثمار دعوة الإمام رحمه الله تعالى تحقيق الأمن فالآن البلاد التي انتشر فيها التوحيد تحقق فيها الأمن أكثر من غيرها من البلاد التي تعيش تحت الشركيات والخرافات إثنان تحقيق الاجتماع في الدين ونبذ التفرق الذي أحدثه الشرك بالله كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم تجد الآن في البلاد الإسلامية اللي من تشرت فيها دعوة الإمام محابد الوهاب تلقى طرق وطوائف وجماعات دينية متناحرة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا وأساءوا إلى الدين وأفسدوا الدين وفرقوا الدين بخلاف الأماكن اللي انتشرت فيها دعوة الإمام محابد الوهاب تلقاهم كلهم على طريق واحد وعلى منهج واحد وعلى سبيل واحد أخيرا تحقيق أسباب البركة في الرزق والنماء ورغد العيش تتمتع البلاد الآن بلاد التوحيد بنماء وتقدم حتى في أمور الدنيا بنماء عظيم ما شاء الله وعندهم الخير وافر والبركة زائدة لقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا والتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالناس متى وكل من تشر فيهم التوحيد كل ما زاد الخير والنماء والبركة من الله تبارك وتعالى عموما هذه خلاصة الورقة مراجع الذول يرجع عليها كتاب دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب للشيخ ربيع كتاب من مشاهير المجددين من مشاهير المجددين للعلامة الفوزان كتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه تأليف الشيخ مسعود الندوي والكتاب ده كتاب قيم قدم له شيخ اسمه تقي الدين الهلالي تقي الدين الهلالي ده كان تياني زمن طويل 28 سنة تياني عنده كتاب اسمه سبيل الرشاد في هدي خير العباد الكتاب ده من أعظم الكتب في التوحيد ومن أجمل الكتب في الخطابة يعني لو اغتنيت الكتاب دي ساعدك في الخطابة وساعد عجيبة سرد آيات التوحيد من أول القرآن إلى آخره تكلم لك عن توحيد الألوهية من أول القرآن لآخره يجيب لك أي آية كويس يسرد لك مثلا آيات في البقرة بعد ذاك يحشد النصوص عليه في موضوع واحد تبقى شكل مواضيع مواضيع كده كل القرآن كتاب من أربع مجلدات أثنى عليه والشيخ ابن باز ثناء عظيما عموما الكتاب بتاعه ده كتاب قيم جدا لأنه جمع فيه أقوال أعداء الإمام من العرب والعجم نقل الأقوال كلها ورد عليها بأسلوب علمي متقن كتاب أيضا الرابع حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ حسين خلف خزعل حسين خلف خزعل أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني للعلامة أحمد بن حجر بوطامي دي بعض الأخوان المراجع والإشارات العامة الورقة دي ما بتكفيه لتفصيل الموضوع ده موضوع ده مهم لأنه أولا من أهداف دراسة دعوة الشيخ وآثار الطيبة إنه إن تكون على منهج واضح في الدعوة لأن البيئة العاشية محمد عبد الوهاب يا هل بيئة بتاعتك أنت الليلة دي هنا هذا هدفنا الأهداف الهدف الثاني من أهداف هذه الورقة أننا متى ما كنا على هذا السبيل دعوة التوحيد والتحذير من الشرك ومن البدع متى ما كنا على هذا الطريق سيصيبنا ويواجهنا مواجه الإمام محمد بن عبد الوهاب مواجه من أعدائه من الشبهات فيما يتعلق بالأشياء العلمية وفيما يتعلق بالأكاذيب والحرب الإعلامية وفيما يتعلق بالمضايقات وفيما يتعلق بكل هذه الأمور لكذا دراستك لسيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب بتجعلك أنت كأنك مجرب تعرف كيف تتصرف كيف تتعامل وكيف تدعو أيضا من الأهداف اللي جعلتنا نتكلم عن الورقة دي إن الأثار الطيبة التي حصلت من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب نحن نرغب فيها لأنفسنا ولبلادنا ولأهلنا لأنه ليلا ما شاء الله من دعوة رجل واحد رجل واحد صار الآن أبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده بل كل من زار البلاد وكل من دخلها وكل من جاءها عاملا وموظفا وكذا ينعم من الخير ورغد العيش بسبب ما جعله الله من البركة في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رجل واحد حتى ذكروا من اللطائف إن محمد عبد الوهاب جلحج كويس وكان يريد السفر لعله والرجوع إلى اليمن لعله ففي الطريق قابلوا النصوص قطعوا علىه الطريق وضربوه وأخذوا ما عنده ورجعوه فرجع فمكث في المدينة ومكث في الحرم ودع الله سبحانه وتعالى أن يجعل البركة وقبول الناس لدعوته فحصل ما حصل من الخير دعوة إمام واحد زور واحد لكن لما صدق مع الله تبارك وتعالى نحسبه صدقه الله جل وعلا وجعل خير وبرك في دعوته مش بس في بلاده حتى البلاد الأخرى التي تأثرت بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب نالها من الخير بقدر ما جاء عندها من التوحيد لأن التوحيد سبب من أسباب البركة عشان كده يا أخوانا كل ما تلقى لك كتاب في الموضوع ده أمسكه أقرأه ينفعك تكون تشغال بفهم وبدراية وبهدف واضح وبسبيل واضح نكون بهذا وصلنا إلى ختامي هذه الورقة العلمية إلى أن نلتغي إن شاء الله في الورقة اللي تكمل لها حتكون اللقاءات مستمرة أظن بكرا اللقاء فيه أمبدة تكلم عن كرامات الأولياء عند ابن تيمية ده برضو موضوع مهم جدا بقمش بكرا هو والله ما أدنا الإعلان كيف المهم بعديه وتاني في اللقاء أيوة في الدروشاب في الدروشاب داك بتكلم عن شنوه أنا التوصل مش طيب لو في سؤال أو سؤالين ما في معنى إن شاء الله الورقة الثانية مع منه المهم معي واحد من الإخوة المعاو الدار يصور ممكن يصور منه وصية القحطان